الجمال الداخلي صدقوني له تأثير أكتر من الجمال الظاهر عشان كده القديس بطرس يقول حكمة جميلة يقول لا تكن زينتكنا الزينة الخارجية من لبس الثياب وضفر الشعر والتحلي بالدهب بل زينة الروح الوديع الهادئ زينة القلب الخفي الذي هو قدام الله كثير السم البنت اللي تبقى مؤدبة تحب ربنا وطيبة قوي وخاضعة ومهزبة وقنوعة ووديعة تلاقي جمالها الداخلي ينعاكس على شكلها والعكس لو امرأة جميلة من الخارج وما فيش حاجة من جوه تبقى يعني محدش بيعرف يحبها لأنها فاضية من جوه فبتبقى منظر على الفاضر وده حتى في اختيارات الشباب بعد شوية بيكتشفوا مين الزوجة الصالحة اللي جمالها داخلي لأن كل مجد ابنة الملك من داخل هي دي بقى اللي تبقى أمه ولاده وهي دي اللي تسطر عليه وهي دي اللي تشيل معاه أعباء الحياة دي اللي تاخد بيده وتروح السامة لكن اللي بيبصوا عالجمال الخارجي دول ناس مخدوعين جداً وللأسف دي تربية برضه الأب والأم اللي بيهتموا قوي بمنظر عيالهم من برة ولا قلب عيالهم من جوه ده التجاه غير ده في واحدة تفضل تجمل في بناتها كأنهم يعني ايه هتحطوهم في فاترينة كده وهي ما حطتش ولا حاجة من جوه لا مبادئ ولا حب ولا خير ولا بساطة ولا تواضع ولا عطاء يطلعوا طبعاً بنات متعبين جداً وما يكملوش حياتهم في سلام اشتركوا في القناة